اشتركوا في القناة ومنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان اصدق الحديث كلام الله وان خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الجمع الكريم الابال فاضل الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقول للناس كل عام وانتم بخير وان شاء الله كل عيد ربنا يعيد على الناس بالافراح وبالخير ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق وان يتم هذا الزواج المبارك وان يجعله زواج خير وبرك نخف ان شاء الله سبحانه وتعالى مع ايات مناسبة لهذه المناسبة جاءت في سورة الرم ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن الآيات وعن الدلائل التي تدل على ان الله سبحانه وتعالى هو الاله الحق وان الله عز وجل هو الاله العظيم المستحق للعبادة فقال الله عز وجل ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فربنا سبحانه وتعالى جعل الزواج من الادلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى شاكد ربنا قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ربنا خلقنا من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام وخلق من آدم من ضلعه خلق أمنا حوة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فربنا سبحانه وتعالى أمر الناس بالتقوى لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام ثم من آدم ومن حواء انتشر الناس فالزواج من الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى استحقاقه للعبادة شأن كده ربنا قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعني المعنى جنو المعنى أن الله سبحانه وتعالى قال من الأدلة البتخليك تعبد الله براو ومن الأدلة البتخليك ما تشرك بربنا سبحانه وتعالى إن ربنا أنعم عليك بنعمة الزواج ودنعمة بيطلب ويبحث عنها كل إنسان عفيف طاهر يريد أن يعف نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولذلك ربنا قال ومن آياته زي ما ربنا قال من الآيات ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تجعل لله شركاء ونظراء وأمثال وأنتم تعلمون أنه لا يستحق العبادة إلا الله أو أنكم تعلمون أنه لا يوجد لله سبحانه وتعالى الشركاء والنظراء ولذلك ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه من الآيات العظيمة التي تدل على توحيده تبارك وتعالى والتوحيد هو حق الله لما جاء في الصحيحين من حديث معاذ ابن جبر رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أو تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا دا من الحقوق العظيمة وهو أعظم الحقوق حق الله سبحانه وتعالى وهو ببساطة إن تصرف عباداتك كلها لله سبحانه وتعالى تنادي الله إذا دائر تنادي إذا وقعت بك مصيبة تمشي لربنا سبحانه وتعالى لا تجعل بينك وبين الله وصائق سواء كان ملك أو رسول أو ولي أو غيره أو بنية أو ضريح أو قبة أو غيره ما تجعل فيه عقيدة دي هكذا يكون الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن السبب بتاع الشرك ووقوع الناس في الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إنه كثير من الناس يا أخواننا بيجعل بينه بين ربنا سبحانه وتعالى وصائق بيقول لك نحن ناس عندنا زلوب وعندنا معاصي وفيه ربنا عنده أولياء صالحين صح ربنا عنده أولياء لكن ده بيقول لك الأولياء دين نحن بقربون لأله والأولياء دين هم الناس بسببهم ربنا بيستيب لينا وبنزل لينا المطر إلى آخر وربنا قال دي العقيدة بتاعة الكفار ذاته ربنا سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى واسطة ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني شنو قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذا إنسان وقع في مصيبة أو دائر الله يديو حاجة أو أي حاجة ما عليك إلا إنك تمشي لربنا وتتوجه لأله لشان كده عمر بن الخطاب قال وإذا سألك عبادي عني قال إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة يعني أنت المشكلة أخواننا ما المشكلة في إنه الإنسان ربنا يديوه المشكلة إنه يدعو الله دعاء خالص دعاء ما في الشرك ها زي ما واحد ودي أخواننا نحن عندنا واغع في السودان واحد بي عنده قال يا بقبة اللبنية تكتب لي حجاب من رأسي ليكر عين شوف داسي دا عنده عغيدة في الله ياخدى حجاب والله بارول ذاته من رأسك ليكر عينك فدا كلام غريب ودي أخواننا عقيدة باطلة الإنسان يكون قلبه معلق بالله شكيد النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس رضي الله عنهما قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ربنا سبحانه وتعالى تلقاه متى ما سألته شان كده قال الشيخ الإسلام ابن تيميا رحمه الله قال إن الله ليسمع جميع المخلوقات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات وتعدد الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرن بإلحاح الملحين ربنا بيدعو الإنسان هنا هنا في عدبر وفي الخرطوم وفي تشاد وفي بوركينة فاسو وفي أمريكا وفي الصين وفي السعودية في مصر في بلاد الله كلها الناس بيدعو الله مش البشر برعاهم الجن بيسأل الله النمل بيسأل الله الطير بيسأل الله البهاين بتسأل الله كل شيء بيسأل ربنا سبحانه وتعالى وربنا عز وجل كلهم بيديهم كلهم بيديهم وربنا سبحانه وتعالى لما يدعوه ما بيشغل سمع عن سمع يعني نفرين دعوا الله في محل واحد ربنا ما بيقول لي ده اسكت كذين نسمع ده كول أس إنت لو مشيت لي بتاع دكان جو خمسة نفر واحد يقول لي جيب بون مثلا فرشة واحد يقول له جيب رغيف كده بيقول لك يا زول هو يا قيف دقيقة نمشيكم واحد واحد لكن ربنا سبحانه وتعالى بيسمعهم كلهم وبيديهم حاجاتهم كلهم ده مثلا دائر ربنا يسهل لي الزواج وداك دائر ربنا مثلا يكتب ليه الشفا مش الدائر الزواج بيقولوا مشنو ينزلوا ليه الشفا ربنا ما بيغلطوا أسهلوا جابوا أكبر بني آدم الناس الآن بيدعومي دون الله جابوا بيجاي وقالوا ليه أنه احنا من الدك رزق الناس زيل كلهم في دفار واحد مثلا يعني وقول لك وزع الرزق بتاع الناس زيل وزع الرزق للناس زيل ما بيقدر يوزعه لكن ربنا سبحانه وتعالى الذي كمل في صفاته وكمل في أفعاله تبارك وتعالى يوصل إلى العباد حوائجه شان كده يا أخواننا الإنسان البنادي غير الله أو بيقول يا منادي اليسيد الحسن جبل التاك الموتمن أو غير من الشركيات الموجودة في البلد دي دي أخواننا إنسان ضال كما قال القرآن ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين الإنسان يخلي عغيط في الله الزول مثلا للزوج يقعد فترة ربنا ما كتب له ولد في ناس بيجروا للفقرة طوالي والله شيخنا دائر الولد ودائر الجانع وفي ناس متخصصين في السودان يقول لك تمشي مين إذا يرقابوا وين الولد بوقتين دهب والبيت بوقية كويس يقوم إديك الولد وإنت تمشي وده كيضي بساي ربنا قال لك في القرآن في أنبيا ما أدو نسوانهم أولاد ربنا قال كافها يا عينصات ذكر رحمة ربك عبده زكريا نبي من الأنبياء كريم إذ نادى ربه دائر ولد أعمل زي زكريا عليه السلام نداءا خفيا قال رب إني وهن العظم مني الزول لما إصحر عليه والشيب ما معنى زول يعني بيجا بيجا كبير لكن لما يريق عظم ده معنى شنو ده معنى بيجا كبير قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية قال يا الله أنا ما حصل دعيتك أنت خيبتني قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي يا الله أديني وألا قال لك فهب لأنه الله بدي من غير مقابل قال فهب لي من لدنك ولي من عندك يا الله أديني ولي ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيها لما أنت الديني ولد كمان أجعله لي شنو ولد رضي ولد صالح ربنا قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سمية ربنا قال له مش الدينك كما سميناه اسم من ربنا سبحانه وتعالى خلق البشرية ما في زول اسم يحيا إلا يحيا ابن زكريا ربنا لما يدك ويعطيك يعطيك عطية مجيها فكيف تذهب إلى المخلوقين الفقراء إلى الله المحتاجون إلى الله لشان كده ربنا قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه بيقى ولي بيقى نبي بيقى ملك بيقى غيره ربنا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير العلم قالوا القطمير التمر الجنب تعالبلحة فيه لفافة بيضة قشرة بيضة ربنا قال لك الولدي ما عنده ضعيف ولا ما ضعيف ها ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم لو قلت يا فلان يا ترعفين كويس ولا يا سابغياء ولا يا أهل الله ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فيه ناس يقول لك طبعا كلامك صح لكن أنا بس دائر يوم الغيامة يوم الغيامة بيقدر يقيف معاك يا أخ ربنا قال لك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وشنو وأبيه أم دي شالته تزع شهور وغسلته وكده أبوه شاله في ظهر ومشبهه مسافات طويلة ووقف معاه في مرض وسهر معاه يقول لي يا ولد يا ولد أنا وقفت معاك يوم الغيامة ده ده يوم حرة ما دار منك أي شيء بس الديني حسنة بس عشان ترجح الحسنات بتعتي وخش الجنة انت ما بتقول لي يا أبوي والله صح كلامك صح لكن يوم الغيامة يوم صعب ويوم حر الطويل ما بتقول لك ده ولا بتسمع كلامه يوم يفر يتفر طوالي من أبوك ذاته معقول تاني زول تاني أنفعت ربنا قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شنوه شأنه يغني فعشان كده أخواننا الإنسان خلاصة الكلام يعتبر إن العقيدة دي أهم حاجة وإن نديل بها صلاح الأعمال ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين إذا كان ده الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل البشر وسيد الخلق ربنا قال له إذا أشركت أعمالك الصالحة وأعمال الرسول زينا نحن صيامه زي حقنا صلاة زي حقتنا ربنا قال له أعمالك الصالحة الكبيرة تبقى ماف فكيف بيننا نحن ولذلك الإنسان أخواننا لازم عقيدة تكون مكربة في الله عقيدة نجيدة في الله سبحانه وتعالى لا تعرف إلا ربك عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويفرج همك وينفس كربك وربنا سبحانه وتعالى يتولاك ويحفظك ويكلأك ويدفع عنك الشروح ربنا قال وين يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وين يمسسك وين يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم ولذلك أخواننا الإنسان أهم حاجة بالنسبة له والعقيدة من الأمور المهمة أخواننا ودي نشكر فيها يعني في هذا الزواج إن أخواننا الزواج بيبدأ بيطاعة الزواج يبدأ بيطاعة يكون بكلام فيه تسكير الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال دي أخواننا زواج خير نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لهم ويفتح عليهم وعلى جميع المسلمين إنه داشي بدأ بيطاعة وشي اللي بيبدأ بيطاعة بمش لي قدام والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب في مثل هذه الأمور وكان يبدأ الكلام بيطاعة ما كان بيبدأه النبي عليه الصلاة والسلام بالحفلات وبيكده وإنما كان يركز جاء زوال أهل للزواج يزوج ويعطى وينكح ويمد له يد العون ويكون إنسان على قدر المسؤولية كويس؟ دا طوالب الده ويكون هذا الزواج من الزيجات المباركة من الأمور المهمة يا أخواننا إن الإنسان يتحرى السنة يتحرى الإنسان السنة في الزواج في 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 دخله في حياته الزوجية يتحرى السنة في في الأذكار ها يتحرى السنة في جميع أموره وأن يكون هذا الزواج وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج فيكون بذلك زواج مبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك أو أن يتم للعروسين هذا الزواج ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله زواجا مباركا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله بيت خير وبركة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالمال وبالعيال وبالتقوى وبالصلاح إنه لذلك والقادر عليه وجزاكم الله خير السلام عليكم